الله ظاهر في قديسي كمان الحقيقة الله بيظهر لنا في استجابته تقولي ده احنا ياما بنصلي وربنا مش بيستجيب هقولك لا استنى بس ما هو استجابته دي مش معناه انه هو يحقق لك طلباتك يعني يعني ممكن تكون طلباتك في بعض الاحيان غير حكيمة انا هحكي لكم حكاية من الكتاب المقدس جميلة قوي الحكاية دي هنلاقيها موجودة في سفر استير حكاية بتاعت استير الملكة وهمان ومردخاي مردخاي ده الانسان البار الكويس اللي خلى رشح استير عشان تبقى ملكة وربنا استجاب همان ده كان شخص شرير كان كل ما يعدي كان هو يعني تقريبا تاني واحد في المملكة وحائز على قرامة كبيرة من الملك المهم انه هو لما كان يعدي كان الناس تسجد له الا مردخاي ليه لان ده كان انسان متمسك بالشريعة فكان همان متغس جدا من مردخاي لدرجة ان هو عمله صليب عشان يتصلب عليه بس في يوم كده هوت الملك واقع اختصار شديد في مشكلة وراح همان يعني ما ساعدوش انما اللي ساعده مردخاي والموضوع اعتنسى لكن بعد فترة الملك فتح كده لسفر وقاعد يقرف تكر المردخاي عمله معه فراح جاب همان قاله قولي احنا ما تكرمناش مردخاي بس انت تحط مردخاي ده على فرس عالي وتزفوه كلوكل ان هو انقذ الملك فطبعا همان شاط بقى انا متغاز من مردخاي اللي مش بينحنيلي عشان هو انسان يهودي وكمان كان طبعا همان بقى ابتدى يرتب ان يحصل انقلاب عظيم على كل اليهود اللي في المملكه يموتوهم بامر ملكي فاول علامة كانت ظهور الله لما خلى همان يزف مردخاي اللي مش طيقه طبعا لما روح بقى يعانبان عليه الغضب واعد العد عشان يصلوا بمردخاي لكن الاية تنقلب والصليب اللي همان كان عامله عشان مردخاي الحقيقه همان هو اللي يتسلب عليه تقول يا ربنا مش ظاهر بقولك طبعا ربنا ظاهر في استجابته لولاده وبناته تقولي بس احنا يا بونا بنصلي مثلا لواحد عيان عشان يخف ما بيخف بنصلي عشان مشكلة تتحل تتعقد بزيادة نصلي عشان حاجة معينة نلاقي عكسها بيحصل فتقولي فين ربنا بيستجيب بقولك أصرخ لربنا انك تعبان أصرخ لربنا انك مظلوم أصرخ لربنا ان انت واقع في ضيق عظيم وفي احتياج هو هيستجيب ازاي وهيستجيب امتى دي بتاعت ربنا بس تخليك متأكد ان هو ظاهر في حياتك وان هو هيستجيب ان كتير ما احنا بنشكي مشاكلنا ما بتتحلش دا يمكن بتتعقد الظلم علينا جامد والظلم بيزيد هقولكوا اقروا كده سفر قسطير لسه حكين منه في دقيقتين كده حكاية بسيطة هتعرفوا ازاي ربنا بيستجيب ازاي ربنا ظاهر في حياة ولاده ازاي ربنا عمره ابدا 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 ما يسد ودانه عن صراخ عبيده اللي بيحبوه فالله ظاهر الحقيقه في استجابته والناس اللي وثقه فيه والناس اللي هي عارفه ان ربنا ظاهر جدا في حياته الله لا يختفي ابدا عن حياتنا حتى لو احنا مش شايفينه احنا كمان شوية هنتكلم نقول ليه بقى مش بنشوفه وازاي نشوفه انما بس انا عايز اقول لك ربنا ظاهر دايما في استجابته يبقى ازا ربنا ظاهر في قديسي وظاهر في الابرار اللي عايشين حوالينا في ايامنا دي الايام الصعبة الايام الشريلة بص حواليك على الناس هتلاقي ربنا باين في الصدقين ربنا باين في الناس الابرار اللي عايشين ودول كتير على فكر دول كتير مش قليلين هو صوت الشر بس اللي عالي انما الخير موجود والابرار حولنا كثيرون جدا احنا بس اللي الشر يعني ايه مش شدتنا شوي وقلنا تاني حاجه ربنا ظاهر في استجابته لولاده وبناته كمان ربنا ظاهر جدا في ارشاده لينا ربنا ظاهر جدا في ارشاده